موسيقى مساء الخير والطرب لكل من يتابع برنامج العندليب في هذه الأمسية على قناة هلالفضي قناة الوسط العربي التي تفوقت مؤخرا بالاستطلاعات على القنوات العبرية والعربية فألف مبروك لنا ولجمهورنا الكريم ضيفنا الليلة هو فنان عاش في بيئة جبلية شامخة وطرارع صوته الشجي متمازجا مع جبال الكرمل ومحيطه الساحر ومنذ نعومة أظافره اعتلى المسارح للغناء وفي بداية مشواره كانت له فرقة رك بعنوان مشوار برفقة الفنان والإعلامي يزيد حديد أصدر عدة ألبومات وصور فيديو كليبات ضيفنا اليوم هو الفنان الشاب سكر وهبي ابن الكرم للأشم ويرافقه بالعزف على الأرق الفنان وسام أبو حمود ابن الدالية أهلا وسهلا بكم في برنامج العندليب على قناة هلالفضائي وكل التحية والمحبة أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بك شخبر كل شمام الحمد لله زمان عنك مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين المستمعين لهالتلفزيون وكمام سميرات طيب الله خليك موقع على منحييكم وعلى موقع بنت إحنا راحين برضو راح تنبث الحلقة برضو على موقع بنت إن شاء الله يشرفنا طبعا الله يساعدك في البداية بدنا تعرفنا على عيلتك الكريمة على أفراد العيلة وعلى بلدك وعلى الناس اللي واقفوا وراك وبتدعمك أنا صقر وابي صقر وابي حاف تعال بلش فنان بحب الفن بحب الموسيقى طرع راعت وربيت وأنا ووسام كمان زميل وصديق حميم وابي الفنان حبيبنا احنا ربينا بضيعة وحدة في بلد واحد في دالد الكاربين اللي منه نشأ كمان كتير فنانين عندي ولدين وبتزوج من إنسان كتير عزيزة على قلبي وعايش مبسوط بحياتي عايش الفن أتنفس الفن زي ما بقوله إن شاء الله بيظلك سعيد ومبسوط شكرا طول العمر شكرا الله يخليك شكرا من هو الملهم لإلك بالفن والله السؤال دائما بيسأله كتير بيسأله يعني من اللي أعطاك أعطاك البوش أو أعطاك النعم كتير والله كتير اللي سمعوا صوتي وأنا من نعومة نعومة أظافر أظافرك من هون نشأت واتبلورت هاي الفكرة ونميتها أكتر بتاع نقول أكتار مش حاب أذكر أنا بالقسم مين بس أكتار اللي ساعدوه أما كان التجربة والخوض المعركة إلى حالي كيف كان تأثير زواجك من السيدة جمانا على مسيرتك الفنية؟ هل هذا الأشي دعمك وساعدك في التقدم في مسيرتك الفنية؟ كتير دعمني أوشي الحمد لله أنه هي كتير متفهمة إلى شغلي متفهمة إلى خطورة شغلي طبعا في إله سلبيات وإيجابيات اليوم كأنك تكون فنان بدك تتحمل كتير صعوبات إذ هي الفانز الجمهور الناس المخاطر الفنان حياته الليلية الصهر فهي جدا متفهمة في هذا الأشيو هي مديرة عمالك إن شاء الله إن شاء الله مضبوط؟ إن شاء الله يعني واقفة ودعمتك حتى في إقدارة العمال أكيد هي كثير دعم كبير منها ومساعدة كبيرة منها ومشكورة نحن برضو نوجه لها تحية عبر كناتها شكرا إلا من زوجتك زوجتك برضو من الطيري أنا برضو من جزء من الطيري وزوجتك من الطيري يعني فيه شيء مشترك فينا أو عشان تفهم أن الشغل يعني كمان البيت بده شغل البيت بده أولاد في عندك أولاد في عندك وظائف في البيت اللي هي مشبورة تكون فيها كربة أسرة فكمان الشغل والصهر والحفلات في هذا الإشي مجدا صعب أنا بحييها هل الفن اليوم هو مغامرة لأنه في كفير شباب صغار بطلعوا وفجأة لهم واب لهم عاملين ألبومات و شو رأيك الموضوع هذا مغامرة لا بتعني نقول بتكون خطوة اللي أنت بتقوم فيه إذا أنت صادق بفنك إذا أنت محبوب نجمك لمح لاحظة أن تصل لعندي أول شيء تصل لعندي دغري إذا نجمك سطع أنت بتضلك بتسكيل نجيم إذا لا بتكون كما قلت لك في الأول أنت تمرقه كيف أنت بتعرف أن الجمهور بحبك؟ شوف اليوم نقيم وللأسف الشديد للأسف الشديد في بلادنا نقيم حسب الصهرات اللي من قوم فيها يعني هذا الإنسان عنده عدد من هذه الصهرات فهو أحسن وأفضل من هذا الفنان اللي يضاهيه في الصهرات اللي هذا الإشي أنا حسب رأيه مش مضبوط أما هذا الإشي اليوم موجود عليك حسب رأيك شو مواصفات المطرب الناجح؟ في كم مصورة قويل كثير الفنان اللي جاء حسب رأيه هو الفنان أول شي صوتا صوتا شامل من ناحية عرب صوت من ناحية بحات من ناحية عمق في الغناء أما كمان نازم يكون ستار حضور حضور نجم ستار كاريزمة يقدر يوقف قدام الجمهور إذا كان عدد كبير أو عدد صغير مش راح يهمه كاريزمة قوة شخصية يارف يتفاعل مع الجمهور مع الناس يعني اليوم إحنا بموجب عم شغلنا عمر رسلنا عمر نغني على المسارح وأنا بستغرب لكل الشباب الصغير اللي طلعت تتغني إنه احتلوا خشبة المسرح إنه خلص يعني هاي إلنا وبيجابوا صعوبات لأنه اليوم لك أنت تفهم الناس لك تقعد في صحرة وتوقف تغني موال وتشوف إقبال الناس تشوف حضورنا تفهم من نظرته هل هو معجب شو أنت عم تقدم ولا هو غير راضي فهي الأشياء بدها ممارسة وبدها شو وبدها كاريزمة حاسة السمع ودقات القلب بتقول لي إنه لازم نسمع من الفنان صكر ووهبي إشي حلو أو مويل أو إشي عزوئك لا عيولا حبيبي غني قلبي سعيد قلبي سعيد ليلة برحوم بوردة وردة جيدة وانا قلبي سعيد وياك يا حيات وياك يا حات قلبي سعيد فرحات فرحة قلبي تهلّى أيوة تهلّى بيوم العيد حبيبي سعيد وياك يا حيات وياك يا حيات يلبي سعيد فرحات فرحة قلبي تهلّى أيوة تهلّى بيوم العيد حبك خلّى كن في عناي أجمل عالم من حوالي يا حبك خلّى كن في عناي أجمل عالم من حوالي كلّه بديد في جديد كلّه بديد في جديد يا حياتي 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 أول مرة ملائل عمري طعم ومعنى جامي بالإنسان أول مرة مشوف في الدنيا دنيا كبير أم والسياني أول مرة ملائل عمري طعم ومعنى جامي بالإنسان أول مرة لما قد قلل على كلامه كإنه وغاني أول مرة بحس بإنلي بعد الحق بيتشه تاني تاني أول مرة لما قد قلل على كلامه كإنه وغاني أول مرة بحس بإنليا أول مرة بحس بإنلي بعد الحق بيتشه تاني عندي شعور وردية الغسن الأقصى حسب لشوت عصفر غنال الكروان عندي شعور وردية الغسن الأقصى حسب لشوت عصفر غنال الكروان حسب لشوت عصفر غنال الكروان حسب لشوت عصفر غنال الكروان حسب لشوت عصفر غنالك حسب لشوت عصفر غنالك حسب لشوت عصفر غنالك حسب لشوت عصفر غنالك ايه من اسمالي اه لو ترى بس يا غالي انت بك ايه من اسمالي روحي عقلي قلبي املي انت المنى غير تحدي حبك خالي كن في عناي اجمل عالم بالحوالي يا حبك خالي كن في عناي أكبر عالم بالحوالي كله قد تجدي كله قد تجدي يا حياتي يا حياتي يا حياتي الله 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 رائع جدا شكرا شكرا دادة الكرمل والكرمل بحد دادة عسيبيا أنجبت الكثير من الفنانين والشعراء والأدباء والموسيقيين كان عندي قبل كام يوم الفنان الشاعر الزجال توفيق خلابي حكالي أنه هناك جبال الكرمل والمناظر الخلابي وكل هالأشياء الحلوة الساحرة في عندكم في الدالة والكرمل هي ابتوح للفنان أنه يعمل وقلب ولحن مثلا عندكم فنانين من الكرمل اكثر شريف الدرزة صديقك ممكن شريف الفنان أصالة يوسف ساعدني رفيق عريضي الفنان ماهر حلبي طبعا الفنان برضو أمين كيوف اللي كان عندي برضو ماهر حلب الفنان اللي مغترب موجود في كندا وحنا بنوجه له التحية وحكالي التلابون أول ما يجيه راح يكون عندي في البرنامج وفيه أمال شهين أمل شهين وفيه طارك كيوف وفيه طبعا صديقنا وحبيبنا الفنان رئيس نقبة الفنانين سامير وفارس موجود له تحية وبرضو راح يكون عندي كل هالفنان نسيت حدانة بلاش نسى حدانة راني حديد راني حديد كمان راني حديد الفنان الكثير مميز كل هالفنانين اللي من فيه عندك برضو المطرب عندكم ساكن في أسفيا عماد واسوف برضو موجود له تحية الفنان عماد واسوف ساكن في أسفيا نسيبنا صار نسيبكم مصبوط فشو لكل هالفنانين وكمان فيه عسفين فيه عسفين كمان آه الله يرحموا رجم ريح فنان كبير والفنان اليوم عندنا فنان كمان كتير أنا بعتز فيه فراس عيسامي فراس عيسامي فنان كبير منيح فراس عيسامي ومن وجل تحية هالفنانين هذول ذكرناهم من الدالية وعسفيا شو بتحب توجه لهم كلمة منك والله شو بتقول لك طلع احنا أوشي مموجب بيقوله بيحقوا انت قلت ليها كمان في أول برنامج انه العيش بالجبال وفي المرتفعات حكالي الشاعر توفيق حلبي كلامه مظبوط كلامه مظبوط وملحق اللي بايش من المرتفعات وتمكن عشان بيحكيك على الهواء النقي اللي جدا بيساعد طبعا للصوت وللتنفس بصورة مظبوطة إذا هي كل شي تاج أسكن عندكم أنا بلكن طلع مني إيش يا بتشرف عبيتك هل تشعر انك انت مقصر من ناحية فنية بنسبة للأعمال خاصة إلك والله دائما عندي هذا الشعور أنا أنا مقصر وأنا لا شك يعني ليس ناشيك ليس متابر لا شك أنني مقصر كل إنسان بيمر في حياته في معيشة وفي مجال وفي طريق يختلف كلين عن الثانية فيه ناس اللي بتكون بحليف الحظ فيه ناس اللي بتكون عندها استعداد فضاوي فيه ناس اللي بتكون بموجة بحياته طبعا بتعيش مشاقات بتعيش صعوبات هذا الأشي أنا بنيته لحياتي وهذا الأشي أنا مش متزلل عليه ومش متأسف عليه حسن ربعت فيه الطريق اللي قدامنا إن شاء الله سنقوم فيه عدة خطوات راح نفكر فيها بس ما هذا الأشي بدي أقول لك أترى كل إنسان بمر في أشياء معينة وتختلف كلين عن فنانة فعلي أخبطني أضربك إليك إشي بالسياسي شو رأيك بالسياسي ولا بيضلك كنتين أنا بعيد جدا مرها في الألحان وفي الفن إليك في السياسي إليك في السياسي لما أنا حابي ورشحك للكنسة مش عارف حسن عم بيقاسي معي ها قلبك ما سألبك وضربك ما سعب دربك بدك علبي حبك تعمل بو علي يا أبو المرجالي يا أبو المرجالي مليش بالسياسي بالمر ويعني جدا مليش بحبش أدخل بالسياسي مليش بحبش أحكي بالسياسي مهمني إن الإنسان المناسب يكون في الموقع المناسب متأمل يعني ما هي برامجك المستقبلية؟ شو بتخطط للمستقبل؟ والله كثير 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 برامج كثير تخططات مش عارف شو منهم راح نحقق شو راح نلحق نحقق كمان كثير في برامج كثير أغاني اللي عم بيشتغل عليها وبدنا نسجيلها وبما إنو إحنا في اليوم في ثورة الماديا والفيديو كليب فعنفكر في عمل مميز عملنا عدة اتصالات السبرة عم نشوفون ممكن إشي ناسب لإلنا كمان من ناحية لحن وكلام اللي غير نسجده اليوم إحنا اليوم في عدة طرق في مجالات واسعة جدا شو بدأ أقول لك؟ في فنانين كانوا عندي عوض طنوس وغيره كثير اللي أخذوا كلام وألحان سورية وفي شيء أخذوا من لبنان كلمات وألحان أنت ما فكرت تروح بهذا الاتجاه تأخذ ألحان أبلا تصديقاً لكلام أنا بعتولي وأخذت كلام أخذت أربع أربع كلام أغاني وما لقيت حالة فيهم ما لقيت حالة فيهم مش حابة تسرع ونقوم بعمل بس لأني قوم بعمل أنا بحي وبشكر كثيراً فنانين قاموا بأعمالك جداً ناجحة حبيت طلوعهم نجوميتهم أيضاً هناك كثيراً مطربين بأخذوا ألحان تركية وبركبوا عليها كلمات عربية كلام واللحن تركية مزموط ونجحوا وأغاني من شهرت مزموط مزموط تعقولها كمان مرات ممكن تكون حاز أو ممكن تكون لفتة حلوة يعني بحكي لك مثلاً عوض طنوس والمطرب إياد طنوس بأخذوا ألحان تركية وبعملوها وبتنجح وبتضرب بالسوق بس شكل الفنان إياد طنوس نجوميته كثير حلوة وأنا بعتز فيها بحترموها نجوميته كثير حلوة وفي كل اليوم تسمعها في كل رجاء العالم كل احترام كل احترام بنواجه له تحية للفنان حبيبنا إياد طنوس إياد طنوس لو بد رجعك إلى وراء أكام سنة عشرة سنياً خمسة أسر سنة كيف تحب رجعك لوراء بس عشان تفاهمك شغلة وحدة أنا عايش 15 سنة لوراء قبل التسعة تحكي معي أنا 15 سنة لوراء أنا أحب أيام زمان أحب كل شيء من أيام زمان بعشق أيام زمان بعشق بعشق المغنز القديم بعشق بعشق كل شيء الطبيعة الضيعة تعشق اللبن والزيت وزيت الزتون كل شيء والزعتر وزيت الزتون وزيت الزتون برمية والفرفحينة والخبيزة والشومر وشيش برك هاي الأشياء من الحبة ناربين عليها ناربين عليها وظلت راسخة فينا أنت هسا جوعتنا على آخر ما هي أشهر المهرجانات والحبلات التي شاركت فيها وتعتز فيها والله كثير 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 مهرجانات احنا شتركنا فيها كثير شاركت مهرجانات خارجي البلاد برضه لا لا هون في البلاد وأولها كانت أول مهرجان كان في طمرة التي أخذت فيها محل الأول كان أي سنة كان؟ كلمات موسى حلف واللحن أستاذ علي عباسي أبو السائد احنا بره بالوجهة تحييّ للفنان علي عباسي حبيبنا وصديقنا أحسن من علاق ما هو أبو السائد حقيقي إذا اللحن كان ألحن علي عباسي وكلمات موسى حلف أه كان عم بحكي معك أنا في السبعة وثعين السبعة وثعين في طمرة من أول مهرجانات أنا قمت فيها وأخذت فيها محل الأول وبعد قمنا في عدة مهرجانات يعني وتنقلنا فرق وتنقلنا في الأعراس والحفلات حلو هاي بسيرة الفنان المحلي هاي بسيرة الفنان المحلي أنت تغني كل الأنماط والألوان تغني العاطفة والشعبة والطربة والعراكي والمصري والسوري وكل آه كيف تمتازنت يعني من هدور كل الألوان هاي آه آه بغضلش قيم أنا حالي أو أحدد شو أنا بحب أنا بحب اللحن الحلوة النغم الحلوم الشرط شوه بس كثير ناس تحبوني في العراكي وأنا بحبك بالعراكة أي الميغرافون سمعنا العراكة هار سمعنا يا أستاذ يعني اللون العراكي محبوب ومش سهل طبعاً السعب كثير كثير بحبه عنا بحبه العطف اللي فيه هون اللوعة فيه اللوعة حلوة ذكرتك والسمى مغيبة يما عليك الروح محتارة ذكرتك والسمى مغيبة يما عليك الروح محتارة مدري الدابع من العين مدري السمى المطار ويلك ملك عنوار واسمك داعة اخبارة البحر دا يبعدك علي لسو القلب عبارة فوق الغيب جوا الغيب هطيرة بغير الطيار موسيقى وفي داري بكم ما طاوى والتفت لما التجور يا بوفوف أنا السواء عبال اسمان عبال اسمان ساعة وتغيم الشوس يما ساعة وتشيل الليل وانطال حين ودبع لك ومنين اجيب الحين حمامة بيدا طفان يا بشوات بيت الدور مش تاقل امي انا والخبزات التنو يا عمي مش تاقل امي انا والخبزات التنو صكا كيف علاقتك مع الفنانين والمطربين الموجودين في الوسط العربي ولا بيقدر شوفهم شوف علاقة علاقة كثير طيبة بكل الفنانين حبائنا وصحابنا وحبايبنا ونحن نلتقي عشان تعرف الشغلة احنا من روح من الحفلات في مطاعم معينة شارع بنجريون في مطاعم لاش نذكر المطاعم في مطاعم ان كانت بالناصر او كانت بحيفة او بعلبون لا بتقدر تذكر عشان الجمهور يجوا عندكم ملاكة عشان يفاجئوكم فمنلتقي دايما يعني دايما منشوف كادر من العاسفين هون العاسفين هون اللي متخرفوا يعني بتخلصوا صهراتكم وبتلتقوا بالشرط نلتقي بس نلتقي مع بعض كل مرة نلتقي مع بعض يعني منخلص الموسم احنا شايفين بعض دايما يعني فهيك لأنه بموجب شغلنا في العراس وانخراطنا في العراس حياتنا بس هيكم ونلتقي وبينك يعني كانت مبادرة من الأخ كمال سليمان أبو رياد ومن النوي لا شك بعد ما خلصت موسم العراس بالشتاء عملوا لقاء الفن والفنانين في عكا في كاعد الماس مزبوط وجمعوا ثمانمائة فنان وفناني تحت صقف واحد أكيد أنا أعتذرت أعتذرت كان عندي فرح وخرفت كان عندي كان عندي فرح بنفس الليلة فهذا اللي قائم من هالنوع بيجمع الفنانين وبصفي كلوبهم والمحبة بينهم لأنه دائما يعني في غير غير وحسب بين الفنانين هاي موجودة بين الفنانين لا شك أنها كانت خطوة حلوة حسب حسب رأي كانت خطوة حلوة بس وبعدين موجودة 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 شاهدت هذا ما نحكيه دائما دائما نحن دائما نكون في خطوة بيكون في إقبال بيكون في تشجيع بيكون في دعم وبيختفي بتلاشة وكان برضو تكريم لفنانين كبار بنفس الأمسي اللي كان رموا كثير فنانين اللي اعتزلوا الفن بينهم بالسائد الله يرحمه مزبوط شاهفي كبار كبار مزبوط للاسف ما استمر هل هاي مشكلة النقابي ولا مشكلة الرابطة ولا شو أنا راح الصديف عندي قريب حكيت مع الفنان سامير وبفارس وراح نترك لهاي المواضيع شكل جدي وجدري موضوع النقابي لا شك طلع بعدين الأستاذ سامير له تاريخ أكيد تاريخ وفنان اللي بصمته وبصمته عندنا موجودة أما لا شك أنه نحن 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 لا دعم لكل الفنانين المحليين هاي مظل الجملة نحكيها وشو بقول لكناها كثير وكثير منحكيها لا دعم للفنانين المحليين لا لا مهرجنا بتقلنا اللي تميزنا لا لا عطاء لفنانين محليين يعني اليوم أي نجم صاعد بده يغني بقول لك أنا صوت حلو هيك طب بدي أغني بدي هيك بدي هيك لازم يكون لحسن أنه حساب خاص لازم يكون معه مبلغ لا يستهان فيه تقدر يجيب ألحان تقدر يجيب كلمات تقدر يغني في السوديو بينما في بره بتشوف أنت في في لبنان في سوريا في السوديو في السوديو الفن الفن اللي طلعت فيش حاجة وجع رأسه فيه شركة إنتاج اللي بتدعم الفنان وبتسجله وتعمله لالبوم وتعمله فيديو كليب خذ من القدم أنت توقف الفنان عجرين خذ الزمن الماضي الجميل في لبنان تخذش اليوم اليوم فيه جد زي ما قلت أنت كتير شرك اللي بتتبنى فناني اللي مش موجودة عندنا أما خذ أنت في لبنان الزمن الماضي كان سوديو الفن صحيح كان يطلع أي فنان صوته حلو طبعا عندنا أصوات يعني بتفوقهم جمالا ورونك هناك صوت حلو سوديو الفني بيطلع بياخدوه بيعطوه أغاني بيعطوه بيعطوه كل شيء إحنا هو لا إشي في فنانين عندنا حسب رأيك اللي بتقوله كيش ملك طبعا أنا لا شك أنا كنت متأكد أن حضوري اللي عندك لبرنامجك مخاطرة لا حبيبي مخاطرة لأنني أنا بيعطوه أنا كنت لك كامل برنامج شمعت عنها كتير أنا بس أتأكدت إسا شو بدي يقول لك شو بدي يقول لك أنت تلسع كتير أغ الساحة ملانية الساحة ملانية فنانين طلع كل الفنان بميزه إشي بميزه رشد يعني مش كل مسك المايك هو صار فنان حسب رأيك أكيد مش كل من غنى صار لأنه شو بقول لك قالوا مش كل من حمل عود وحمال ناها يغلى وصار محسب له حساب طيب مش كل من غنى مين بتحسب له حساب من المطربين في البلاد ولا وأسئلتك أكيد طلع فنانين في بلادنا محترمين يعني ذكرت بعدك ذكرت الأستاذ سامير وفارس العمر وابن هالبلد وهالضيعة طيبة الفنان المصطفى ده أحلى فنان كبير مين إمبراطور الفن في الوسطة العربية في الوسطة العربية بشكل عام أو لا أه بالوسطة إننا أنا محلي 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 آه ما بغاش قيم أنا يعني أنا صغيرت أني قيم هذا الشيء ما بعرف ما بعرف إمبراطور إمبراطور الفن ما بدك تقول طب مين الريس كمان ما بعرف طلع عم أدعم قل لك أنا في كثير أصوات حلو وميزين في مجال يعني هذا في هذا اللون هو منيح وهذا في هذا اللون منيح هذا بميزه اللون المصري هذا بميزه اللون الطربي الأستاذ مصطفى دحلي بميزه ثلاثة فنانين ثلاثة مطربين بتحبهم وتلاثة مطربات بتحبهم خليك معي صريح هاي كلها سيئلة سيئلة كيف صعب عليك أنا يعني هاي مش عم تساهم صعب عليك مش عم تصعب عليك طالع من الفنانات أنا بحب الفنانة فيوليت سلامي فيوليت سلامي صوت 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 رائع احنا بنوجه تحية للفنانة فنانة كبيرة بيوليت سلامي صوت رائع وغناء غناء مزبوط غناء بتسمع انت غناء مزبوط وبعدين بتغني اشياء مش بسيطة مش سهلة طب يوم بتغني تغني انت للعمالة قلم قلتوم لعبد الوهاب لكاريم محمود محمد قنديلي محمد نوح لا شك اشياء مش بسيطة فريد الأطرس من المطربين شو بتيقول لك شو بيطيحكي لك انتي وانك وصللي ن family بدي وصل رقي كثير مطربين اصواتها حلوه شو بتيقول لك كثير مطلبين اسواتها حلوه كثير مطلبين اسواتها حلوه شو رائع بصوت بنت بلدكم اسهال ليوسف صوت رائع وصوت قوي صوت قويム ليجوا بكرت عشان بنت بلدك ايه كثير بعزبني gentlemen sommقل كثير بحب صوتها بحب حضورها بحب شخصيتها شخصيتها قوية. شخصيتها جداً قوية هيك. وبتشد. وبتعمل مواويل جبلية حلوة جداً. بصبوط. نحن بنوجهها للتفاحية. طيب إسا بتطلب منك تغنينا مواويل جبلية. يا. علا. مايك. يا الله. اوكي. لا حد إسا الوضع. لو هيا بزا نوصل معك مش عارف لو هيا بوف. البيت. يا بوف. اوهواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا يا محلمي بالمجد لك كيف المجد غطاها جبلة شرعوا للمجد غايا هل يا دكتر لك داو الجرح سكنوا حبيب الراح جو القلب سكنوا هيا يا بدم الحاق حرف الباق سكنوا تلاقي علتي واش السبايا كل احترام كل احترام حبيبا أنا عم زاد فعلا لما حكيت لأنك بتتكن كل الألوان والمويل فعلا لازدتكن طلع حتى الليل حتى العتابة في الها العتابة الليبنانية اللي تقربين عليها وديها الصافي وفي العتابة السورية وفي القرادة تختلف يعني على فكرة بالنسبة بالنسبة للبس أنت حبيتي اليوم تجاندي سبورت أنت بتحبي اللبس من شركات ومركات عالمية والله مرتي بتحب هاي الأشياء المركات أنا أكيد 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 جمانة جمانة اللي بتلبسك هي بتحب هاي المركات يعني هي اللي بتختار لك الملابس زوقها حيلا وشو بدي يقول الله يخليكم إلى بعد أيسا أنت بك تخيفني مع مرتي كبا لا شوف اليوم أنا اليوم إجيت هيك الكاجوة اليوم إحنا كل وقت في الأعراض بدلات وغرفات فالواحد حبي يغير يعني ما صدقنا تنجي على لقائك اللي بسحادي أنا سعود جدا باللقاء إحنا بطلتك عريق بما حكينا نحكي عن الألوان بتلون مع أولادك أطفالك كدش الأجياء اللي عندك عندي 8 سنين وتسعة سنين ما شاء الله يعني ثاني ثالث هيك شيء أول ثاني إجوان وليو وليو الله خلي لك إياهم بتلعب معهم بتلون معهم دائما 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 بلعب معهم دائما إذا مش في الأفراح أنا أنا مع الأولاد نلعب مع الأولاد دائما طلع الولد بنسيك الدنيا بنسيك الدنيا بنسيك كل شيء يعني نسمي الولد ليو عسم ميسة يعني ليو لا بالمرة لا بالصدفة يعني أنا كان رأسي أكثر لليون أنت ما بتحب الفطبول؟ بلا أحب الفطبول كثير أي فريق بتتابع مين؟ أي فريق اللي تشجعون؟ والله أنا حبيت برشيلونها كثير أنت ريال مدريد أكيد لها ريال مدريد وفي البلاد في الشيء فريق اللي إليك في البلاد؟ بلاش ما أقول لك لأنه الكل بكره إما أنا صريك تحب مكابي تل أبيب لا لا كنت أحكيلي مش مشكلة حب تل أبيب مكابي والأبويل مكابي تل أبيب مكابي تل أبيب وصخنين استخنين الله يرحمها إن شاء الله ترجعنا فكرة؟ فكرة؟ إن شاء الله إن شاء الله مكابي تل أبيب كان معاهم نجم مؤنس ضبور مصبوط اليوم موجود؟ تعرفوا أن اليوم موجود؟ اليوم برا برا مصبوط بلعب برا موجود اليوم في شبيليا برا شبيليا بلعب برا مصبوط هل الفن سؤال هل الفن يضمن لك العيش بكرامة لك مهنة ثانية غير الفن انت؟ هل لك مهنة أخرى غير الفن؟ وده ملكش الفن بضمن لك العيش بكرامة؟ بيضمن بيضمن واصلا اذا ايدي بتفكر في عمل ثاني مش راح ترى تلحق مش راح ترى تستوعب هذا الاشي انه انت تشتغل عمل ثاني وموسيقى حفلات واعراس يعني اذا بك تترك الاعراس بك تتجه لشغل ثاني اما انه تشتغل وكمان اعراس صعب جدا صعب جدا يعني تشتغل انت في الاسبوة حفلات واعراس اللي بك تفيق انت تحضر حالك ونطلع العرس يعني وين تبك تكون فاضي بعد لا اي عمل ولا اي شغل ولا اي اشي فكرنا احنا في مدرسة اتعلم موسيقى واتعلم هيك كمان كمان كثير صعب انك تفيق في النهار تعلم معهد يعني معهد لتعلم الالات الموسيقى فكرت اما صعبك فيه صعبك لبعض العراس احنا نخلص بساعات بتاخري جدا يعني فيه اعراس من خلصها الساعة الثلاثة وثنتين وثلاثة وجه الصبح يعني وينت بك تلحق صعبك فيه صعبك فيه ما اجمل من تغنى به صكر واهبي اجمل ما تغنى به الفنان صكر واهبي والله كثير كثير اشياء اللي حسيت فيها حسيت فيها بتاع نبلش من فرقة مشوار احنا بلشنا من فرقة مشوار انا والفنان والاعلامي يزيد حديد فرقة مشوار اللي كانت فرقة صوفت روك روك هادي احنا بنكدم تحية برضو لحبيبنا يزيد حديد حديد كانت الفرقة نغني صوفت روك اللي هو الروك الهادي ضمت ثمان اغاني وكان معنى الكادر العاسفين يهود وكان هاي موسيقى الروك في هاي الفترة كان لها شعبية ولا مستمعيين اوه كان لها كثير شعبية كثير شعبية لكن لم يكن لها دعم كانت محصورة اليوم انا مطرب اعراس اعراس من ناحية التكاليف من ناحية كل شيء الفرقة اللي عملتها فرقة الروك احنا كنا قمع بفرقة الشاطئ كان موجودة احنا لديك فكرة عن فرقة الشاطئ كانت محصورة في مهرجانات هل في دعم يعطونا مهرجانات عشان نقدر ننعيش ونكمل مسارتنا طيب هذا كان اشي محدود ما ماخذناش دعم بالمرة وهذا مرجع نحكي احنا على الدعم وعلى الفنان المحلي اما مغني اعراس عايش من اعراس والمناسبات للأسف الشديد هاي ما عاشتنا مش اشي تاني يعني عارب الاخر الناس بطلوا يتجوز يعني بطلوا يتجوزوا بنقرب بيتنا اه والله ايه ايه بدي اسألك سؤالي الفخض بسموه عندي شو رأيك باغاني الدحية بتغاني دحية ايه جينا الحمال الصهار جينا بعد العشية لرجال احباب الصغر ورجال الحوالية شو بدي يقول لك لحكي لك بتغني كل الالوان طبعا اللون الدحية وطراث بدأوا اللي احنا بنحترموا وبنحبوا وفعلا هاي الاغاني يوم ماشي مليحوا مطلوبة بكل عرس يعني ما بروح على عرس الا الدحية مشايلينها مزبوط وفي كل عرس لها كرس طراث حلو اللي بي بس اقول لك خلينا اعطيك الملاحظة طراث حلو اذا كان مضمون والكلمات بتغنى هذا اللي بتغنى احنا ربينا طبعا انتقاد الوحيد في شعراء وفنانين اللي بيقول اللي فيه كلام فيه ابداع يعني وفيه اثراء عنده فيه بتحسه بيخلق جمل حلوة مناسبة وكنت كا عندك الشاعر توفيق حلبي اكيد سمعت منه طبعا 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 وفي عندنا عدة شعراء اللي اللي هون فيه برضو المرحوم نطور سلمان نطور اه استاذ وقديم سلمان نطور بس احنا عم نحكي وان على اللحية ياخي عم نحكي والطراث هذا فيه شعراء اللي بتجيد هذا الاشي اما اليوم انت شوف الشباب اللي طرعيني يعني هذول ملوك الدحية بقول لك ملوك الدحية اللي مسكين مسارح وبتلاقي الاف يعني اللي بتسمع هون انت صاحب كلمي بتكتب بتكتب بتلحن وبلحن يعني عندك ارتجالة متغني عندك ارتجالة عندي ارتجالة وبكتب كلام وبلحن بحب هاي الشغلة انا بعدني مش شيء وكتير طلبوا مني انا بس بحب ذلك الاشي للي انا ودائما بكتب الاشي حتى بيجي في رأسي خاطرة او فكرة بكتبها دغري عشان منساهاش لان احنا منسى دغري بتقدر بتقدر تعملي ايش ارتجالة اي ايش هيك مخترع بالك ارتجالة ايه امسك هيك شوية سامي ابو ايش انت ابو فادي بدون حراجة ايه قالوا مشيت بالضيعة والوادي قالوا حي براعم وزهر بلادي قالوا جينا عبيتك يا ابو فادي جينا عبيت الكرم وعز الاحباي يا ابو يا ابو تسلم تسلم كتير سهل اليوم اللي بيكتب انه تعمل قافية ووزن ودخلها مش شغلة صعبة اليوم الشعراء عندنا ابداع في هذا الاشي اما اللي بحكيلك انه كتير اليوم فنانين اللي لا صوت ولا كلام يعني اما لا صوت ولا صورة كذلك ولا كلام ولا صورة انا مش عارف شو الاشي اللي ممكن يجذب الناس بتلاقي الناس الاورج 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 فكراك الاصوات سكر شو انت الفنان اللي زيك سكر وهابي شو لازم تعمل عشان تحافظ على الاستمرارية لنجوميتك ولشهرتك شو لازم تعمل وانت طبعا فنان معروف ولك تقدير كبير شوف اليوم هذا اصعب سؤال اصعب اشي انت تسأل فنان كيف ممكن تستمر انت وتحافظ على نجوميتك لانه اسهل اشي انك توقع وانك تنزل ونجوميتك تضعف والضوء هذا بده يخف واصعب اشي انك تحافظ مش تطلع تحافظ تحافظ يعني اصعب اشي المحافظة انك تطلع على نفس المستوى تحافظ على نفس المزبوط على نفس المزبوط نفس المزبوط اللي انت فيه وهذا اكثر اشي ساعد هذا طبعا فيه المثابرة في العمل المزبوط في الغناء المزبوط وحتى انبساط الناس فيك انبساط الناس فيك انبساط الناس فيك تضلق تخليك لانه احنا بيجينا الدعم بيجينا النجومية من الناس فانت دايما الناس ما يخذي عنك اصداء وتسمع تسمعك كل وقت تسمعك تسمعك انت بتضلك بتضلك موجود فاذا بتختفي عن الساحة الفنية او انه بحسوا انك انت ضعفت ضعفت موسيقية يعني مش عم تطاطي مش اعطائك العطاء التبعك مزي يعني انا كنت بحكيها كل مرة انا عملت لي قائمة وديعي الصافي ابو فادي الله يرحمه اللي عملاك حكاى لي عن نجاح الفنان معتمد على عنصرين التواضع والاخلاك هذا الشغلتين هو اهم شيء لنجاح الفنان طبعا وهو الصوت الجميل طبعا اكيد اكيد هاي جملة جدا مزبوطة وبدوم صوتي لصوته كلام مزبوط كتير بعدين يعني عمين بك تتكبر يعني بالناس هي اللي جايبتك الناس هي اللي هي اللي مطلعتك عشو بك والجمهور اللي برفعك الجمهور اللي بعملك عمين بك تتكبر هاي الجملة بتتكبر هايجوم? هقوله بطلع وكلما و haftة كثير فنانين اللي بحبو هاي الشو وال ا Gedamer لايبود منه مرة ديبا لايبود منه مرتا لابود منه بعض المطربين كثير أチو iktير ايه بالعكس أوido بدمر الفنان وبنزله مصبوط ماذا عايزك ؟ جداً مضبوط جداً مضبوط مع أنه مرات أنا أبوافقهم أنه لازم يكون في الشو مرات للناس تحس في هيبة في هيبة اللي أنت بك تكون فيه في الكيمياء بتأيد الألقاب مثلا أنت صكر الفن هيك ألقاب للمطربين الفنانين بتأيد لقبوك بلقاب هيك؟ بلشتها هذه الأسئلة لا لا شو قلت لك أنا أول من بلشت اللقاء معك شو قلت لك؟ صكر حاف قلت لك أنت عرفني حالك وعلى عيدها قلت لك صكر حاف مضبوط أنا أحبش الألقاب فعلا أنت إنسان متوادع شكراً أنا أحبش الألقاب أحب أن اللقاء بيكون أكثر تغذية فنية طيب نعود إلى الطرب الطرب الأصيل والفنان حبيبنا صكر ووهبة والمجرفون سمعنا هذا بسعيد العسل زي العسل زي العسل زي العسل كيف بدك؟ زي العسل زي العسل زي العسل للمطربين الصباح للصبوحة 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 لها الحم زي العسل زي العسل لا تفوق زي العسل زي العسل زي العسل بيكل أنت ما تفوق بيكل يا عيني يا عيني يا بالبحيران قالي بحيران يتله مع الله يشكي واحد طوطول الغيام يا عيني يا عيني أوف يا باي أوف يا باي أوف يا باي يا باي زي العسى على قلبي هوا زي العسل على قلبي هوا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 من شعبنا نانسي قنقر 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 قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر